إنها قنابل موقوتة هكذا يصفها أولياء الأمور في الأنبار إنها المدارس الكارفانية التي استخدمت بدائل في أوقات استثنائية ورغم مرور ثماني سنوات على تحرير مناطق المحافظة من قبضة داعش الإرهابي لم يتغير الحال لتستمر معاناة الطلبة صيفا وشتاء من وجودهم داخل الخطر مدارس الكارفانية أولا تعبانة أثنين مدارس سبب خطورة قنابل موقتة على الأطفال من خلال المسك الكارفاني من خلال غيرها فاليوم إنه من الدولة تطيق بالمطار تطيق عطلة هذا مو حل يعني أنا نشوف حل هذا مو حل الحل الصحيحي وإذا هم يقولون صحيح ينهون هذه المدارس في الشهب يعيدون بناها من جديد مشكلة المدارس الكارفانية بمحافظة لمبار نعاني منها بالصيف وبالشتاء أما بالشتاء فهي تكون خطرة على الطالب من تماس كهربائي أو إلى آخره إضافة للحلول اللي تتخذها التربية بتعطيل الدوام أثناء سقوط الأمطار وهذا الشيء بالعكس راح يفاقم المشكلة على الطلبة اليوم هو فوق مو بالمدرسة أكثر من أربعين أو خمسين طالب كارفان واحد النوبي يعط اليوم أو يومين فرح تتراكم علي الدروس بالتالي راح تأثر على مستوى التدريسي الجهات المسؤولة في تربية الأمبار طالبوا رئاسة الوزراء بمساعدتهم في انتشال الطلاب في المدارس الكارفانية بسبب نقص الموارد المالية لعادة بناء أكثر من مائة وخمسين مدرسة بدلا من تلك المدارس الخطرة قدرنا بالمرحلة الأولى نوفر بدائل تدري البداية من لحق بناء العراد وقت طويل فتم الاستعانة بمدارس الكارفانية صارت عندنا مئات مدارس الكارفانية بالآن الأخيرة بدنا حقيقة نعانم المدارس الكارفانية بحكم الظروف وتأخرت إعادة البناء قدرنا نعيد للأمانة مئات المدارس تقريبا خمسين سبعين ثمانين بالمئة تم إعادتها بالكامل والحمد لله شكر الوضع يعني أقدر أقول جيد قياسا للأحداث اللي صارت لكن بقينا نعاني من المدارس الكارفانية يعني حاليا بالوقت الحالي عند 145 مدارسة كارفانية نوازن لا تغطي 10 بالمئة من حاجة المحافظة وأيضا أكرر مناشتي للأخ رئيس الوزراء بدعم المحافظة من خلال توفير أمال خاصة لأن الأحداث اللي صارت بالمحافظة ما عانت من إعداء المحافظات الباقية فيفترض تكون موازنة خاصة للمحافظة أفضل الحلول التي تجدها الحكومة المحلية لإبعاد الطلاب عن الخطر هو تعطيل الدوام لأيام عند كل موجة أمطار أو عواصف ترابية رغم تأثيراته السلبية على مستواهم العلمي وتدني مستوياتهم بسبب ضعف المستوى التدريسي واقتضاظ الصفوف الدراسية بالطلبة من الأنبار سعد الحاج قناة زاكروس